اه هنا رسمتون دول بس عشان نشرح فيهم ملخص سريع للفايبرز types of fibers of the cerebral hemisphere. اتفقنا ان في لو جينا السيم cerebral hemisphere هنا او هنا قلنا بترتربت مع بعضها بassociation fibers. دول الassociation fiber اللي بتربط او كنت ال nearby gyri او the same cerebral hemisphere او centers of the same cerebral hemisphere. فكان عندي دي short association لو ما بربطوا دول مع بعضهم. وفي long association. long association عرفنا منه. super longitudinal bundle اهو. ودي inferior longitudinal bundle. اه دي. وبعد دي super longitudinal bundle. ودي inferior longitudinal bundle. وده الassociation ده اللي هو اه اه يبقى كل ده على بعض اسمه ايه? يبقى ده وده وده وبعدين هنا في اه ده اسم ايه? فسيكولاس انسينويتس. بقى دول كل دولات عبارة عن ايه اللي هما دول شورتة ودول دي وده 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 سينجولام وده في بعد كده اه 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 اخدنا المسأل بتاعتنا. كوربس كاللوزم اهو. وادي هنا في القطاع ده برضو ادي كوربس كاللوزم وفي مئة كمان والكلام ده كله والكلام ده كله من تحت الفوق وده اللي بيسموها بروجيكشن فايبرز الفايبرز اللي هما نازلين او طلعين يعني اللي بتربط الهاير سنتر بلور سنتر او بلور سنتر بلهاير سنتر كلهم بيعدوا في ايه في البندل دي البندل دي والبندل دي الحمرة دي اللي اسمها انتيرنال كابسول يبقى دولة كل البروجيكشن فايبرز سواء كانت او بتعدي في الانترنال كابسول دي اللي هي بيسموها اللي هي البوابة بتاع البرين. اول حاجة ما تيجي تخرج من السريبرم تعدي في الانترنال كابسول وتعدي بعد كده على اي حاجة طالع من عايزة تخش السريبرم لازم تعدي في الانترنال ايه كابسول. فعشان كده اللونها الحمر دي معدي في الانترن الكابسول معديين في الانترن الكابسول الخد بالك هنا عندي دي قودية نيوكلس وهنا دي الانترن الكافسول وده Projection E Fibers